أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة الإعزاء نلتقي اليوم مجددا إن شاء الله وفي يونت جديد وبالتحديد في يونت إليفين وزي ما أنتم شايفين عنوانه اللي هو إبريزنتيشن طبعا كنا عارفين أنه إبريزنتيشن المقصود فيها العرض أني أنا بعمل عملية عرض لمشروع سبيل المثال عملية عرض لخطة عملية عرض لمقابلة إلى آخره طبعا هذه الكلام كله هنرجع للديالوج إحنا متعودين أنه في كل درس بيكون فيه عندي ديالوج ومن خلال الديالوج بنتعلم كلمات جديدة وبرضو بنتعلم عن التايتل تبع الدرس مجموعة من متدربي في مجال الإدارة are talking about the preparation of presentation بتكلموا عن اللي هو الإعداد للعروض بدهم يعملوا مجموعة عروض بدليل أنه قالي presentations في عندي هنا plural جميع معناته مش عرض واحد حيكون عدة عروض جورج خلونا نفكر في الإعداد والتجهيز لعملية العرض what do you have to prepare for it إيش أنتو بدكم تحضروا على شهنه فبتقول سارا the most important thing أكتر حاجة مهمة is to know about the audience لازم نعرف عن الجمهور find out نكتشف about عنه يعني قبل ما أنا آجي أعمل presentation لازم أنا أعرف الفئة المستهدفة الجمهور تاعي من مين بتكون وجهات نظرهم إيش بيحبه إيش بيكهره هل هم شباب صغار هل هم مراهقين هل هم ناس كبار بالغين إلى آخرة لنجي yes but you need to make sure of your objectives ولازم تكونوا متأقدين من الأهداف الأهداف first so decide on the objectives قرروا الأهداف what you want the talk to achieve لازم أنتو تكونوا عارفين إيش الأهداف والكلام اللي أنتو بتتحدسوا فيه إيش بديو يحقق سارا yes but to do that ولكن عشان نعمل ذلك you need to know about the audience لازم تعرف كل حاجة عن الجمهور their knowledge المعرفة what they want إيش هم عايزين to know أن يعرفون everything like that كل شيء بخصوص ذلك لنجي yes all that's important نعم كل هذا مهم هل yes true نعم هذا صحيح جور so audience and objectives إذن أول حاجة في عندنا الجمهور بدنا نركز عليه وفي عندنا اللي هي objectives الأهداف others yes right okay حسنا هذا سليم هل think the third thing is you have to go through the contact تالت حاجة لازم ندور عليها المحتوى gather information اجمعوا معلومات organize it نظموها decide on structure اتفقوا على تركيبة معينة سارا yes get a good structure لازم يكون عندنا تركيبة سليمة i agree انا اتفق then once the structure is okay اذا التركيب سليم you need visuals تحتاج الى اللي هي المقصود في ال visuals الاشياء المرئية اللي انا بعرض من خلالها any graphs جداول and that sort of thing وتلك الاشياء يعني بما معناه بدي يكون فيه عندي وسائل اعرض من خلالها الاشياء اللي عندي اشياء مرئية زي مثلا شاشة عرض lcd الى اخر جورج yes the visual supports الاشياء اللي بتعرض الاشياء المرئية سارا then ثم well you could write it all about كل حاجة ممكن احنا نكتب عنها at least على الاقل the introduction المقدمة just to practice it عشان نمرسها some people بعض الناس write out everything some don't it depends في ناس بيكتبو كل حاجة في ناس بيكتبوش ولا حاجة it depends يعتمد على حسب الموقف جورج yes نعم i think that's a good point هذه نقطة جيدة but practice is really very important ولكن الممارسة هامة جدا يعني هو بفضل ان يكون في كتابة الانتردقشن اللي المقدمة key part of the preparation مفتاح للتحضير is to actually practice it انك تمارس الشيء يعني انا اتضرب عليه زي ما بقوله بروضا to give the presentation practice اتضرب على العرض until you could do it حتى انك تفلح فيه اداؤه just from notes then what else من المراحزات ثم ماذا ايضا launch check the language افحص اللغة keep it simple خلي لغتك اللي بدك تتكلم فيها بسيطة make sure there is no mistakes on the visuals اتأكد انه كل الحاجات اللي انت بدك تعرض من خلال هالاشياء التقنية فيش فيها ولا غلطة يعني مش حلوة واحد جاي بده يعمل عرض يكتشف انه الشاشة خربانة او جهاز الالسي دي متعطل فبالتالي بده يتعرض لموقف لا يحسد عليه spilling and all that والكتابة تعتقد تكون الاملة صح مش انا اكون كاتب ورقة مسودة واجه اقرى فيها قدام الناس انحرج واخطاء الى اخر all and i think you should check the room is ok and the equipment لازم تتأكدوا انه الغرفة اللي بده يتم فيها عملية العرض على ما يرام والتجهيزات جورج imagining no slide projectors or تخيل مثلا انه في الشي عارض لالسليدات وفي الشي وفي الشي وفي الشي طبعا طبعا بيكون الانسان يعني في الحالة هذه في موقف محرش جدا جدا سارة or the overhead hasn't got a pulp in it او تخيلوا على سبيل الميسان ال overhead اللي بده يعرض من خلاله وفي الش فيه اصل اللمضة مش موجودة فيه لمضة يعني الجماعة الصحيح لما ناقشوا عملية الابريزانتيشن اه كان الاجتماع رائع بحيث انهم اتطرقوا لكل الاشياء اللي لازم يتفدوها اه رقزوا على قصة انه اه كل اشي اه لازم انت تعرف ايش الجمهور اللي انت بدك تعرض له ايش الفئة المستهدفة اه بدك اللغة تبعتك تكون بسيطة ما تكون ايش لغة صعبة انه الكلام اللي انت كاتبوا فيه الورق يكون ما فيش فيه اخطاء ملائية انه الغرفة مرتبة وجاهزة انه كل شي مجهز الهيد بروجيكتور الاسطايدات كل اشي تقني لازم يكون واضح العرض اللي انا بدك اعمله لازم يكون الهدف واضح طبعا هذا بالنسبة لحوار اليوم طبعا فيه عندي هنا الكمبريهنشن اكواشنز طبعا هدولا سلفصطادي بتعملوهم لحالكو في البيت طبعا احنا متعودين انه كل حوار بيجي بيعمل له زي سمري صغير زبدة الحوار واش الحاجات والنقاط المهمة اللي تمت في ديالوج براكتس اعمل الحوار هذا مع زميلة خلونا نفكر في الاعداد لموضوع العرض what do you have to do ايش بتكو تعملو prepare for it جهستو الو اكتر حاجة مهمة لازم انت تستعلم عن الجمهور انت بدك تعرض له نعم انا اتفق معك ثانيا لازم تكون عارف كل حاجة عن الجمهور كل هذا مهم نيجي الوسيف اللي هو سؤال الامتحان سواء نصفي او نهائي نحضر اله وحيكون اما على شكل الهو او على طريق true and false يا شباب ويا صبايا هيني من بداية الفصل اكد انه الاسئلة حتكون يا اما على شكل اللي هو اختيار من متعدد ام صح ام خطأ يعني حتكون اسئلة very 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 accurate دقيقة جدا وبالتالي لازم الطالب يكون دارس introducing yourself تقديم نفسك انا بحاول اقدم نفسي لمجموعة من الناس good morning صباح الخير everyone كل واحد فيكو let me introduce myself my name is مثلا my name is نسرين my name is علي خليني اقدم لكم نفسي اسمي كذا i am a specialist in انا متخصص في اللي هو ونقول التنمية المستدامة sustainable development او in english language في اللغة الانجليزية مش هيك الواحد لما يجي بده يعمل عرض مش معقول يجي هيك على طول يتكلم لازم يقول السلام عليكم صباح الخير مساء النور my name is كذا i am specialist in كذا انتو مثلا كمجال اللي هو التصويق حتقول i am specialist in marketing انا متخصص في مجال التصويق structuring the presentation اللي هو تركيبة العرض نفسه i am going to divide my talk into four parts انا بدي اقدم او بدي اقسم حديثي الى اربعة اجزاء يعني جزء اتنين ثلاثة اربعة first i will give you اولا سوف اعطيكم مثلا لمحة عن marketing التصويق افضل that اللي هو ways of marketing طرق التصويق حيكون في عندي التالت مثلا thirdly كذا finally اخيرا بنهي كلامي inviting questions اللي هو الدعوة للأسئلة يعني انا مثلا عملت presentation وخلصت باجي في نهاية البرزنتيشن تعيب اقول اذا في حدا لو سمحتوا عنده اسئلة عنده اي استفسار بأدب هيك وبزوق تفضل يحكي لي ايش وينش تنظروا if you have any questions اذا في عندكم اسئلة don't hesitate to ask لا تترددوا في السؤال don't hesitate ايش المقصود بdon't hesitate لا تتردد في السؤال i'll be glad to answer any questions انا حكون مبسوطة كتير اني اجاوب على اي اسئلة the angel of my talk في نهاية حديثي giving background information اعطاء خلفية عن المعلومات اللي انا بدي اتكلم عنها يعني مثلا ايجي انا ايجي اليوم موضوعي عن الماركتنج التسويق باجي بدي عنه خلفية من عهد من سن كذا كذا زي مقدمة بدي اعطيكو معلومات عن دعونا نبدأ بالخلفية يعني قبل ما انا اتكلم عن التسويق في الوقت الراهل باجي مثلا بتكلم عليه مثلا قبل عشر سنين قبل خمس سنين الاشارة الى معرفة الجمهور الى معرفة الجمهور كما تعرفون حيث ان لديكم معرفة او وعي بي يعني انا بتعامل بادب مع الناس مع الجمهور اللي عندي وببين ان الجماعة بعرفوا كل حاجة تغيير اللي هو العنوان اللي انا بدي اتكلم فيه حسنا خلينا الان ننتقل الى كذا حسنا تغيير اللي هو العنوان اللي انا بتكلم فيه خلاص يعني تصمب لكي انهي او اوجز تصمرايز لكي الخص وتيجي هادي كمان لعنوان اللي هو بدال تشينج ذات سمرايز مثلا طيب الاشارة الى المعدات التقنية زي الالسي دي زي شاشات العرض الى اخر اذا نظرتم الى المخطط طبعا بكون المخطط مثلا باوربوينت ولازم يكون فيه الالسي دي او الهد برجيكتور ممكن الفت انتباهكم الى الجدول وبكون طبعا عالشاشة معروض اذا اطلعتوا عالسنة الاولى سوف طرون يمكن بدي يكون عاملي زي جداول احصائية بالنسبة للتسويق قبل عشر سنين قبل عشر سنة وفي الوقت الراهن اندينك خلاص اندينك يعني انا بدي انه واخلص شكرا جزيرا هل يوجد لديكم اية اسئلة حسنا هذا كل حاجة انا كنت حابب اقولكم اياها شكرا لكم على الاستماع طبعا زي ما انتم شايفين هدول ال بدنا نرقز عليهم بشكل مهمين كتير بيجونا في الامتحانات ويريد قلنا نكون امتبعين اول باول ومهتمين الان في قطعة مهمة برضو في مجال بريزنتيشن خلينا نقرأها ريدين باميلا بيكفورد ترينز بيزنس بيبول توميك بريزنتيشن في واحدة اسمها باميلا وهي هاي صورتها هنا في الصفحة التانية طبعا بقول لي بتدرب رجال الاعمال عشان يعملوا عروض ذكي بالنسبة الها بتقول انه افضل مفتاح هو التحضير اول خطبة is to find out who you are going to be presenting to لمن انت بدك تعمل العرض بدك تدور زي ما قلنا عقصة الجمهور ستقدر تعمل هذا من خلال مستوين اولا هل هم خبراء في الموضوع اللي انت بدك تطرحه او هم بعرفوا اشي بسيط جدا ثانيا هل انت بتعمل عرض لمجموعة من نفس الفئة او من نفس المكان او من دول مختلفة ومتعددة if possible اذا ممكن visit the room زور الغرفة where you will be giving the presentation لازم انت تزور الغرفة اللي بدي يكون فيها عملية العرض beforehand مسبقا and organize it precisely to your own requirements ولازم على وجه التحديد تكون انت محضرها عشان المعدات check that you are familiar with the equipment ولازم تتأكد انك بتعرف تتعامل مع هذه المعدات زي ما قلنا الشاشة وال LCD rearrange اعيد ترتيب the seating المقاعد and try to make yourself feel comfortable and relax in it يعني انت كمان حابب لازم تكون جلستك في هذه الغرفة اللي بدك تعرض فيها الجلسة تبعتك او القاعدة مرتاح فيها so once you know who you are presenting to and where اذا انت عرفت لمين انت بتعرض وين المكان you ready to start preparing what exactly you are going to say بالتالي انت حيضل عندك بس انك تحضر حالك ايش اللي انت بتقوله stage one is the opening اول خطوة عندك اللي هي ايش ال opening ال opening يعني ايه المقدمة that all important first few moments that can make or break the presentation اول والهلا العرض طبعتك يا بترتب ال presentation يا اما بتضمر then stage two خطوة تانية brief introduction لازم يكون في عندك مقدمة مختصرة about the subject عن الموضوع of your talk اللي انت بدك تتحدث فيه thirdly ثالثا the main body of the presentation فحوى موضوعك طبع العرض and fourthly ورابعا the conclusion اللي هي النهاية which should include a summary واللي حتكون ملخص of your talk حديثك and your final opinion ووجهة النظر الاخيرة or recommendations او التوصيات finally اخيرا the question and answer session اخر حاجة اللي هي سؤال واجابة الجلسة now the most important stage is the opening minute اهم حاجة في الجلسة هي اللحظات الاولى او الدقائق الاولى or so and I'll suggest that people memorize واقترح ان الناس بيتذكروا exactly بالضبط as if they were actors وبتذكروا هذه اللحظة كأنهم ممسرين write down the opening with all the pauses اكتب كل المقدمة تبعتك بكل التوقفات and the stress clearly marked and then record it سجلها listen to it تسمعها and practice it وضلك عيد وزيد again and again مرة ومرة يعني هي قصده انه يعمل بروغة لحاله مرة ومرتين وثلاثة this is so important هذا مهم because it is properly done لازم تنعمل بطريقة حسنة you not only get the audience attention immediately انت مش بس هتخلي الجمهور ينتبه عليك في الحال but you feel confident انت نفسك هتشعر بالثقة during what can be the most frightening part of the presentation في اللحظة التي تعد اكثر موقف مخيف في العرض اللي هي مقدمته after that بعد ذلك you can start using your notes بعد ذلك ممكن ان تستخدم ملاحظاتك الخاصة so the first step لذا اول خطوة is to write those notes اكتب الملاحظات write the whole representation اكتب العرض كله out just like an essay اعتبروا مقال then select اختار the key points الكلمات المفتاحية but read the full version اقرأ النسخة خلها over and over again مرة و مرة until it is imprinted on your mind حتى تنطبع في صفحة رأسك او في مخك يعني يعمل بروفا مرة ومرتين وثلاثة لما يحفظها عن غيم the next step الخطوة التالية is to buy some small white posters بعد هيك اشتري زي بطاقات and write no more than one or two of the key points اكتب كلمة او كلمتين من الكلمات المفتاحية او المواضيع اللي انت بدك تتطرق لها or key phrases into each one يعني زي بده يكتب كلمة او كلمتين هذه من الموضوعات اللي بده يطرحها المهمة ويكون يعرضها now visual aids الاشياء المرئية اللي بده يستخدمها في عملية العرض زي ما قلنا المايكرافون والشاشة واللسي دي والهد projector like over هد trans are very important of course مهمة جدا of course but most people معظم الناس بطفر too much information on them بحطوا معلومات كتير عليهم don't because it's difficult to read and it pours the audience ما تكترش لانه احيانا بيكون صعب قراءتها وبرضو بيصير عندي الجمهور اللي هو زهق وملل limit yourself to a maximum of five points on each يعني حاول تحصر حالك اكتر حاجة في خمس نقاط remember to turn off the projector تذكر انك تطفي the projector when you are not actually using انت لما انت ما بتستخدموش and don't talk to the machine وما تقعد اشتحكي مع الاجهزة or the transparency او الشفافيات which again مرة اخرى lots of people دو بقعد يحكوا معاهم face the audience at all time واجه الجمهور finally اخيرا remember that it's not just what you say تذكر مش انت بس اللي بتقولو how you say it is just as important quite unlike meetings and negotiations هذا يختلف العرض عن المقابلات والمفاوضات good presentation is very much a performance يعتبر good presentation العرض الجيد هو اداء هو عبارة عن اداء طبعا زي ما انتو شايفين تقريبا بشبه الكلام اللي اخدناه في الحوار الاول بس بالتفصيل المميل الان خلينا نحل الكمبرهنشن اقواصشن اسئلة true and false الجملة الاولى وقلي حسب فهمنا للقطعة السابقة when preparing a presentation لما تعد عرض try to find out what your audience already know لازم انت تبحث ايش الجمهور بيعرف العبارة صحيحة انا بدي اعرف ايش الجمهور بيعرف وقمل عليه طيب everyone كل واحد in your audience في الجمهور should be at the same language level كل واحد في الجمهور اللي هو لازم يكون في نفس مستوى اللغة العبارة خاطئة مش كل الجمهور بكون يعني فيهم اللغة بالنسبة لهم وحدة visit the room in which you are presenting before you actually make the presentation حاول انك تزور الغرفة قبل ما تعمل عملية العرض العبارة صحيحة مش انا ااجي عندي عرض فجأة خشوة عمل العرض وانا مش عارفة في اضاءة في قهرة في بروجيكتور في لمضة في شغال البروجيكتور بنفعش الامور التقنية هذه لازم يكون الشخص مطلع عليها إذا انت بدك تقعد تسترجع the introduction المقدمة you will be more confident when making a presentation حتكون واثق من نفسك أكتر لما تعمل اللي هو العرض العبارة صحيحة أنا لما أعمل مقدمة وعيد عليها مرة مرتين وثلاثة واجي أقولها بكون أفضل ما أجي أعملها مرة وحدة أو فجائي أربعة if you memorize إذا انت استرجعت the introduction المقدمة you will be more confident when you making a presentation طبعا هذه قلناها صحيحة the whole text the whole text النص كله of your representation should be written on postcard لازم كل القطع أو الكلام اللي انت بدك تكتبه تقوله تكتبه على postcards قلنا هذه العبارة خاطئة قلنا بس معي خمسة مكفة if you use an overhead projector إذا انت بتستخدم overhead projector you should remember to turn it off when you don't need it إنك تطفي لما انت ما بتحتاج وخلصت منه العبارة صحيحة remember that the content of the presentation is much important than your presenting style تذكر إنه محتوى العرض تبعك أفضل من أسلوبك في العرض العبارة خاطئة بالعكس أحيانا الطريقة العرض هي اللي بتكون هي اللي لها الأثر الكبير الرائع على الجمهور وبتخلي الجمهور يستفيد ويتفاعل معك طبعا هذا كان بالنسبة لمحاضرة رقم واحد في هذا الدرس اللي هو كان عنوانه presentation يا ريت يا شباب ويا صبايا انتابعوا أول بأول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله